بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الكيميا 2 معكم معلمتكم العنود الاعتابي معنا أستاذ الوطن الإشارة بدر الحمود بإذن الله اليوم سنبدأ درس جديد علاقة المول بالجسيمات إذن فصلنا هو اسمه الحسابات الكيميائية المقصود بالحسابات الكيميائية ودرس اليوم علاقة المول بالجسيمات سيكون بإذن الله على ثلاث حصاص اليوم هو الجزء الأول الفكرة العامة لهذا الفصل تؤكد العلاقات بين كتل المواد المتفاعلة والناتجة في التفاعلات الكيميائية صحة قانون حفظ الكتلة لدينا ستة دروس في هذا الباب اليوم وصلنا إلى الدرس الثالث وهو المقصود بالحسابات الكيميائية الفكرة الرئيسة فيه تحدد كمية كل مادة عند بداية التفاعل كمية المواد الناتجة ماذا تعلمنا في الدرس الماضي؟ عرفنا الملح المائي سمينا الأملاح المائية تعرفنا على صيغ الأملاح المائية كذلك استعمالاتها وتحليل الأملاح المائية ماذا سنتعلم اليوم؟ المقصود بالحسابات الكيميائية ما المقصود بالحسابات الكيميائية؟ بإذن الله سنتعرف عليه اليوم كذلك علاقة المول بالجسيمات الجزء الأول الأهداف لهذا الدرس نصف العلاقات من خلال معادلة كيميائية موزونة نذكر النسب المولية في المعادلة الكيميائية الموزونة اليوم سنحقق الهدف الأول مراجعة المفردات ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ ماذا تشاهدون؟ معادلة كيميائية أحسنتم قبل التفاعل وبعد التفاعل ما المقصود بالمواد المتفاعلة؟ لاحظوا قبل التفاعل إذن المواد التي يبدأ بها التفاعل إذن ما المقصود بالمواد الناتجة؟ هي التي ينتهي بها التفاعل أحسنتم مفرداتنا الجديدة الحسابات الكيميائية ستكون اليوم بإذن الله النسب المولية ستكون في حصاص قادمة الفكرة الرئيسة تحدد كمية كل مادة متفاعلة عند بداية التفاعل الكيميائي كمية المادة الناتجة لنشاهد الآن هذا الفيديو لعلك شاهدت شمعة تحترق في يوم من الأيام ما نوع التفاعل الكيميائي هنا؟ وسبق أن تطرقتم إليه أنواع التفاعلات الكيميائية ما نوع التفاعل هنا؟ نوع التفاعل هو تفاعل احتراق متى يتوقف تفاعل الاحتراق في هذه الشمعة؟ عندما تحترق الشمعة تماماً أحسنتم أو أن ننفخ عليها لنشاهد التفاعل التالي صف ما حدث في التفاعل التالي لدينا مادتين المادة الأولى في أمبوبة لونها بنفسجي المادة الثانية شفافة لاحظ عندما دمجنا المادتين ماذا حدث؟ اختفى اللون البنفسجي إذن صف ما حدث كان اللون المادة اسمها الأولى برمانغنات البوتاسيوم لونها بنفسجي أضفنا عليها مادة اسمها كبريتيت الصوديوم اختفى اللون وأصبح اللون شفاف إذن اكتب استنتاجك ماذا نستنتج؟ لماذا أصبح اللون شفاف؟ لماذا أصبح اللون شفاف؟ أين ذهبت المادة؟ هل استهلكت؟ أم ماذا حدث لها؟ نعم استهلكت إذن نستنتج أن برمانغنات البوتاسيوم قد استهلكت وأن التفاعل قد توقف هنا بعد أن أصبح اللون شفاف إذن صف ما حدث في التفاعل التالي كان لون برمانغنات البوتاسيوم بنفسجي ثم بعد إضافة كبريتيت الصوديوم أصبح اللون شفاف استنتاجنا أن برمانغنات البوتاسيوم قد استهلكت في التفاعل وأن التفاعل هنا توقف إذن ماذا تتوقف التفاعلات؟ تتوقف التفاعلات عندما تستهلك إحدى المواد المتفاعلة عندما تستهلك إحدى المواد المتفاعلة هل يصبح هناك مادة تفاعل؟ لا لذلك يتوقف التفاعل لاحظ معي هذه الكعكة إذا طلب منك عمل كعك بالفواكه فكيف ستعرف مكونات هذا الكعك وكم مقدارها فلنفرض أنك أضفت أربع بيضات ماذا سيحدث في الكعك والمطلوب بيضتان فقط أضفت الكثير من الماء ماذا سيحدث إذن لابد من معرفة المقادير بالضبط بنفس الطريقة يعمل الكيميائي فلابد أن يتساءل لإجراء التفاعل السابق كم قراما من برمانغانات البوتاسيوم نحتاج لتتفاعل تماما مع كتلة محددة من كبريتيت الصوديوم كم نحتاج؟ قرامين ثلاثة كم نحتاج؟ أيضا قد تتساءل عند تحليل التفاعل البناء الضوئي ما الكمية التي نحتاج إليها من الماء وثاني أكسيد الكربون لتكوين كتلة محددة من السكر إذن لابد من التحديد القيم بشكل صحيح من سيقوم بهذا الشيء؟ من سيقوم بهذا الشيء؟ إلا الحسابات الكيميائية هي الطريقة الصحيحة للإجابة عن هذه الأسئلة إذن درسنا اليوم بإذن الله عن الحسابات الكيميائية ذكر الله سبحانه وتعالى الحساب في القرآن الكريم كما في الآية الشمس والقمر بحسبان ما المقصود بحسبان؟ متعاقبين بحساب متقن لا يختلف ولا يضطرب لا القمر يسبق الشمس ولا الشمس تأتي بعد القمر لكلهم لهم حسبان دقيق كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه بمقدار وعدد محدد حتى حبات الأرز حتى حبات الرم المحسوبة ومحددة أيضا في الآية إن كل شيء خلقناه بقدر بقدر أي بمقدار وقضيناه وكتبناه في اللوح المحفوظ إذن الحساب ذكر في القرآن الكريم بعدة مواضع إذن ما المقصود بالحسابات الكيميائية؟ الحسابات الكيميائية هي دراسة أو هو دراسة العلاقات الكمية الكمية يعني كم يعني أعداد بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في التفاعل الكيميائي إذن لاحظ معي لابد أن يكون هناك تفاعل كيميائي مواد متفاعلة ومواد ناتجة وندرس العلاقة الكمية بينها التفاعل الكيميائي هنا لابد أن يكون موزون على ماذا تعتمد الحسابات الكيميائية؟ تعتمد على قانون حفظ الكتلة ما المقصود بقانون حفظ الكتلة؟ قانون حفظ الكتلة ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث في التفاعل الكيميائي تتساوى فيه كمية المواد الناتجة الناتجة أي عند نهاية التفاعل الكيميائي مع كمية المواد المستخدمة في بداية التفاعل إذن تتساوى في كمية المواد الناتجة في نهاية التفاعل مع كمية المواد المستخدمة في بداية التفاعل لذا فإن مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة لذا فإن مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة إذن نعيد الحسابات الكيميائية هو دراسة العلاقات الكمية بين المواد المتفاعلة والمواد الناتجة أين يكون هذه الدراسة؟ أين تكون؟ في التفاعل الكيميائي على ماذا تعتمد الحسابات الكيميائية؟ تعتمد على قانون حفظ الكتلة وما هو قانون حفظ الكتلة؟ أن المادة لا تفنى ولا تستحدث في التفاعل الكيميائي تتساوى في كمية المواد الناتجة عند نهاية التفاعل مع كمية المواد المستخدمة في بداية التفاعل لذا فإن مجموع كتل المواد المتفاعلة تساوي مجموع كتل المواد الناتجة لاحظ معي هذا التفاعل هو تفاعل بين مسحوق الحديد FE مع الأكسجين O2 لاحظ معي ويتكون مركب جديد هذا المركب هو أكسيد الحديد الثلاثي لاحظ معي قوة التفاعل هنا بالتصوير البطيء شاهد معي ماذا حدث؟ طبعا سنسأل الآن سؤال كتلة المركب الجديد هل ستكون مساوية أو مختلفة عن كتلة المواد المتفاعلة؟ أحسنتهم ستكون متساوية إذن الذي حدث هنا تفاعل مسحوق الحديد مع الأكسجين وتكوين مركب جديد أكسجين وحديد سيعطيني أكسيد الحديد الثلاثي كتلة المركب الجديد مساوية لكتلة مادتي التفاعل وهنا لدينا معادلة التفاعل هنا في الصورة هو الناتج النهائي وهو أكسيد الحديد الثلاثي إذن أربع ذرات من الحديد تفاعلت مع ثلاث جزيئات من الأكسجين وأعطاني جزيئين من أكسيد الحديد الثلاثي وهنا الناتج النهائي لاحظ معي هذه الصورة موجودة لديك في الكتاب المدرسي الشكل ثمانية واحد تحدد المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل الحديد والأكسجين العلاقة بين كمية المواد المتفاعلة هو الناتج إذن نعيد مرة أخرى هذه هي المعادلة الحديد تفاعل مع ثلاث جزيئات من الأكسجين وأصبح لدينا أكسيد الحديد الثلاثي تكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل الكيميائي الموضح في الشكل قبل قليل مثل ما كتبنا قبل قليل هذه هي المعادلة الحديد مع ثلاث جزيئات من الأكسجين أعطاني أكسيد الحديد الثلاثي تبين هذه المعادلة تفاعل أربع ذرات من الحديد مع ثلاث جزيئات من الأكسجين أربع ذرات من الحديد مع ثلاث جزيئات من الأكسجين وأنتجت وحدتي صيغة كيميائية من أكسيد الحديد الثلاثي إذن هنا نحاول تفسيرها لفظيا على أساس أنها جسيمات أربع ذرات حديد مع ثلاث جزيئات أكسجين لإنتاج وحدتي صيغة كيميائية من أكسيد الحديد الثلاثي بطريقة أخرى نستطيع القول بما أن المعامل في المعادلة يمثل عدد المولات إذن نستطيع القول أن أربعة مولات من الحديد قد تفاعلت مع ثلاث مولات من الأكسجين ماذا أنتج؟ أنتج هنا مولين من أكسيد الحديد الثلاثي إذن لدينا طريقتين الآن تعرفنا عليها كتابة ماذا حدث في هذا التفاعل الأولى أنني أستطيع القول أربع ذرات حديد تفاعلت مع ثلاث جزيئات أكسجين لإنتاج وحدتين صيغة كيميائية من أكسيد الحديد الثلاثي إذن هنا نعبر عنها على أساس أنها جسيمات التعبير الثاني على أساس أنها مولات فأقول أربع مولات من الحديد تفاعلت مع ثلاث مولات من الأكسجين لإنتاج مولين من أكسيد الحديد الثلاثي إذن هل المهادلة بهذه الطريقة أعطتني معلومات مباشرة عن كتل المواد المتفاعلة والناتجة؟ فقد قال أربع ذرات أربع مولات ثلاث جزيئات ثلاث مولات لم تعطيني الكتل إذن المعادلة بهذه الطريقة لم تعطيني الكتل للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة كيف سنعرف؟ لابد من تحويل عدد المولات المعروفة أقوم بتحويلها إلى كتلة إذن عدد المولات تتحول إلى كتلة تصبح علاقات الكتلة بعد ذلك واضحة كيف يكون ذلك؟ يمكنك تحويل عدد المولات إلى كتلة بضربها في الكتلة المولية كتلة المواد المتفاعلة أولاً الحديد أربع مولات من الحديد ستضرب في الكتلة المولية الكتلة المولية عبارة عن كتلة العنصر على 1 مول إذن 55.85 من أين أتينا بها؟ أحسنتم من الجدول الدوري إذن 55 جرام من الحديد على 1 مول طبعاً لا أريد المولات أريد القرامات لأنني أريد تحويلها إلى كتلة فتشطب المولات يتبقى لدي القرامات سأقوم بضرب 55.85 تضرب في الأربعة فيصبح الناتج 123.4 جرام من الحديد إذن حولناها إلى كتلة الآن الأكسجين ثلاث مولات من الأكسجين طبعاً أخذناها من المعادلة ثلاث مولات تمام؟ مضروبة في الكتلة المولية للأكسجين الكتلة المولية للأكسجين الواحدة 16 وأنا لدي هنا 2 16 في 2 سيعطيني الناتج 32 إذن 32 ضرب الثلاثة سيعطيني 96 لا أريد المولات أريد فقط القرامات إذن حولنا المولات إلى قرامات فأصبح لدينا قرامات أو كتلة الأكسجين هو 96 90 ماذا سأفعل بعد ذلك؟ ماذا سأفعل؟ سأقوم بالجمع إذن لاستخراج كتلة المواد المتفاعلة أقوم بالجمع للمواد المتفاعلة كتلة المواد المتفاعلة 223.4 قرام زائد 96 قرام يعطيني 319.4 قرام إذن هنا الكتلة الكلية للمواد المتفاعلة بالنسبة للمواد الناتجة أنا لدي مادة واحدة وهي أكسيد الحديد الثلاثي الثنين منه في المعادلة الكيميائية 2 مول ضرب الكسر هنا البسط فيه هو الكتلة المولية لأكسيد الحديد الثلاثي طبعا مجموعها يصبح ناتج 159.7 قرام من أكسيد الحديد الثلاثي على 1 مول نفس الطريقة لا نريد المولات نريد القرامات ستضرب الثنين في المية وتسعة وخمسين فاصلة سبعة سيعطيني الناتج لاحظ معي 319.4 قرام ماذا تشاهد؟ أحسنتم متساوية إذن لاحظ تساوي كتل المواد المتفاعلة والناتجة 319.4 قرام تساوي 319.4 قرام إذن لدينا هنا تحقيق لقانون حفظ الكتلة المواد المتفاعلة كتلتها تساوي كتلة المواد الناتجة إذن هناك طريقة مختصرة للحساب هذه هي المعادلة أربعة من الحديد زاء ثلاثة أكسوجين جزيئات طبعا يساوي 2 وحدة صيغة من أكسيد الحديد الثلاثي لاحظ معي الحديد في الجدول الدوري 55.84 لدي أربع ذرات منه سأستخرج القيمة هنا لوحدها ثم الأكسوجين 3 أو 2 الثلاثة في اثنين تعطيني 6 الأكسوجين 16 في الجدول الدوري إذن سأستخرج القيمة هنا لوحدها ثم أقوم بالجمل سيصبح الناتج 319.36 نأتي هنا الحديد 2 في 2 أربعة الحديد في الجدول الدوري 55.84 هنا الأكسوجين 2 في الثلاثة يساوي 6 6 في 16 رح تطيني قيمة بعد ذلك أجمعهم فالناتج النهائي هو 319.36 القيمة متساوية تستطيع الحل هنا بالطريقة المختصرة والسريعة إذن كما هو متوقع من قانون حفظ الكتلة فإن مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة هو الجدول 2-1 يوضح أو يلخص العلاقات التي يمكن أن تحددها المعادلة الكيميائية الموزونة هذا هو الجدول كتبنا هنا المعادلة فوق فهنا العلاقات المشتقة من المعادلة الكيميائية الموزونة المادة المتفاعلة الأولى هو الحديد زائد المادة المتفاعلة الثانية هو الأكسوجين وعطتني الناتج أكسيد الحديد الثلاثة كيف سأكتب العلاقات بينها؟ هنا مثلا لفظيا تكتب حديد زائد أكسوجين يعطيني أكسيد الحديد الثلاثي إذن الأولى رمزي الثانية لفظي نكتبها بالطريقة الجسيمات أربع ذرات من الحديد زائد ثلاث جزيئات من الأكسجين يعطيني اثنين واحدة صيغة من أكسيد الحديد الثلاثي هذا الطريقة الأولى إذن هنا لفظي هنا رمزي هنا بطريقة الجسيمات طريقة الثانية بطريقة المولات نفس الطريقة أربع مولات بس أغير الكتابة بينها بين درات ومولات فأقول أربع مولات من الحديد زائد ثلاث مولات من الأكسجين رح يطيني اثنين مول من أكسيد الحديد الثلاث أيضا هنا الطريقة الثالثة الكتل الحديد 223.4 قرام من الحديد هنا الأكسجين 96 الناتج هنا 319 هنا مباشرة 319 إذن الطريقة أيضا الثالثة بالعلاقات المشتقة من هذه المعادلة تستطيع اختيار أي معادلة أخرى وكتابة نفس الجدول بهذه الطريقة والتدرب عليها أكثر ماذا قرأت سجل في قائمة أنواع العلاقات التي يمكن اشتقاقها من المعادلة الكيميائية الموزونة؟ تمثل المعاملات في المعادلة الكيميائية الموزونة عدد الجسيمات الممثلة وعدد المولات أيضا وعلى الرغم من أنها لا تشير مباشرة إلى كتل المواد المتفاعلة أو كتل الجسيمات إلا أنه يمكن اشتقاق هذه الكتل من المعاملات بواسطة تحويل عدد المولات إلى كتلة التقويم فسر المعادلات الكيميائية الموزونة الآتية من حيث عدد الجسيمات نفس الجدول قبل قليل والمولات والكتلة آخذا بعين الاعتبار قانون حفظ الكتلة سنقوم بالحال فقرة A N2 زائد 3H2 النيتروجين زائد الهيدروجين يعطيني 2NH3 وهو النشادر مطلوب عدد الجسيمات إذن واحد عدد الجسيمات سنقول لم يكتب هنا رقم إذن واحد واحد من الأكسوجين زائد ثلاث جزيئات من الهيدروجين سيعطيني 2 وحدة صيغة من النشادر تكتب عن طريق أو باستخدام لفظ مولات واحد مول من النيتروجين زائد ثلاثة مول من الهيدروجين يعطيني 2 مول من NH3 إذن هنا واحد اثنان تبقى لدينا الكتلة كتلة المواد المتفاعلة نبدأ في النيتروجين 2 مول من النيتروجين مضروب في الكتلة المولية النيتروجين سبعة فعدده الدجل سبعة عدد الكتلة له 14 فنقول 14 من النيتروجين على 1 مول لا نريد المولات 2 في الـ 14 رأيطيني 28.014 جرام من النيتروجين إذن حولناها من مولات إلى إقرامات بالنسبة للهيدروجين 3 في 2 رأيطيني 6 إذن 6 مول من الهيدروجين مضروب في الكتلة الكتلة لهيدروجين 1.008 على 1 مول نفس الطريقة لا نريد المولات فقط نريد تحويلها إلى إقرامات إذن الناتج رأيطيني 6.048 جرام من الهيدروجين بعد ذلك سأقوم بالجمع كتلة المواد المتفاعلة تساوي 34.062 نأتي للمواد الناتجة 2NH3 2 مول من النيتروجين مضروب في الكسر الخاص بالنيتروجين 14 على 1 هنا طبعا لنضع أقواص حتى يتبين لنا هنا 6 مول من الهيدروجين مضروب في الكتلة المولية للهيدروجين الناتج 34.062 جرام من الهيدروجين إذن نلاحظ تساوي القيمتين 34.062 بطريقة أخرى ممكن حسابها بطريقة المباشرة 28.014 من النيتروجين هنا 6 من الهيدروجين وهنا 34 سيعطيني الناتج أنها متساوية وحققنا قانون حفظ الكتلة إذن ماذا تعلمنا اليوم؟ المقصود بالحسابات الكيميائية وتعرف الحسابات الكيميائية وعلى ماذا تعتمد الحسابات الكيميائية؟ عرفنا الجزء الأول من علاقة المول بالجسيمات وطبقنا وحلينا التدريبات لديك نشاط منزلي فسر المعادلة الكيميائية الموزونة الآتية من حيث لعدد الجسيمات والمولات والكتلة ستأخذ فقرة به في الكتاب المدرسة ستقوم بالتطبيق واستخراج الناتج إلى هنا طلاب نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم